أجدد لكم التحية مشاهدين الأفاضل متواصلون معكم في برنامج هذا الصباح والآن إلى ركن قار من أركان البرنامج وهو ركن مسافة أمان أستقبل فيه اليوم السيد الرائد محمد زين العابدين محنان من قسم الشرطة القضائية سباحك سعيد مرحبا بك معنا شكرا لك سيدتي كريمة ولكل طاقم الفني ومشاهدين عبر برامج الإخبارية الثالثة شكرا للاستضافة إذن موضوعنا اليوم حول التنسيق مع مصالح الأمن الوطني في العمل الميداني ما هي آخر الأرقام والإحصائيات المحققة في هذا الأسبوع؟ هو بادي أن يبدأ حتى نتطرق إلى التنسيق بين الجهازين الأمنيين الدرك الوطني والأمن الوطني لابد من توطئة حتى نعرف تطور الإشكالية الأمنية عبر نجد أن الأمن هذا يتطور كل ما كانت هناك تأثير يعني هو يتأثر بصفة دورية مع التهديدات كل ما تكون هناك تهديدات يكون هناك تهثير على الأمن الآن التهديدات في الماضي إذا كانت تهديدات كلاسيكية يعني كانت هناك مقاربة أمنية كلاسيكية بحتة مبنية على حماية وتأمين الدولة ثم تطورت لتصبح تأمين المجتمع إلى أن وصلنا إلى الأمن الإنساني في حد ذاته يعني الأمن ينطلق من الفرض وينتهي عنده إذن الدرك الوطني والأمن الوطني شركين أمنيين فعالين التنسيق بينهما ليس بوالد الساعة وإنما كانت هناك خطوات سابقة التجسيد لهذا التنسيق كان بناء على الإرادة السياسية التي انتهجها السيد الرئيس الجمهورية من خلال عقد الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للأمن لمناقشة كل ما يهم الساحة الأمنية والكل التهديدات التي تمس المجتمع الجزائري بصفة عامة بما في ذلك الجريمة بمختلف أشكالها نعم وهذا للتصدي لمختلف وكافة أنواع الجريمة طيب ما هي النتائج التي حققتمها؟ بكل تأكيد هي في التأتي يعني استراتيجية الدرك الوطني كانت مبنية على تطلعات السلطات العلية للبلاد في إطار التنسيق الحثيث بين مختلف الأجهزة الأمنية وبين مختلف شركاء الفاعلين في مجال الأمن وتأمين المواطن وحمايةه والصهر على ممتلكاته والصهر على النظام الأمن والساكن العمومي يعني خارط الطريق الذي وضح السيد العامي القائد للدرك الوطني مبنية أساسا على الاستباق يعني الحيلولة دون وقوع جريمة يعني من مؤشرات النجاعة التي نقيس بها العمل الميداني للوحادات هي ما شيء الأرقام التي نسجلها من خلال معاينة مختلف الجرائم في الميدان وإنما مبنية على عدم وقوع جريمة في حد ذاتها يعني من خلال الاجتماعات الدورية للسيد العامي القائد للدرك الوطني مع مختلف القادة الجهويين أو الإقليميين يؤكد على ضرورة يعني يلح على ضرورة أساسية وهي تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن تأتي هذا التنسيق يصب في هذا المسعى يعني إرهاصات تهديدات التي نشهدها الآن من خلال نشوف تهديد الأمني كان يمس الحدود ويهمس الدولة الآن أصبح يتحدى العدود يتحدى المجتمع يتحدى الأسرة والمؤسسات التربوية ويصل إلى يعني حتى للنشأة تعنا ونصيبوا يعني وين يتأثروا بالبعض الجرائم التي تمس وتهدد النسيج المجتمعي والتركيبة المجتمعية بحذ ذاتها إذن التنسيق بين الدرك الوطني والأمن الوطني ليس وليد الساعة كانت هناك خطوات يعني التنسيق الميداني تنسيق على مستوى المحلي في الاجتماعات الدورية على المستوى الليجان الأمنية الولائية هناك خالية دائمة للمخاطر الكبرى فيها أعضاء من المؤسستين من الدرك الوطني والأمن الوطني الاجتماعات الدورية المجلس على الأمن تحضرها كل المؤسسات الأمنية بما فيها الأمن الوطني والدرك الوطني حتى أن الجيش الوطني الشعب يخضع لها عادخو نصيبه يعني في الحوصالات مختلف الحوصالات التي قدمها أن هناك تحدي ورفع ريهان للمواجهة الجريمة المنظمة بشدة أنواعها من خلال الحوصلات التي قدمها في الميدان يعني حجز المخدرات ومحاربة ترويج والاتجار الغيش رعي بالمخدرات نعم وهناك عقوبات كثيرة مسلطة ضد هذه الفئة من المجرمين وكل هذا من أجل السهر على حماية المواطنين وضمان تواجدهم في محيط سالم بكل تأكيد لأنه كل ليلة هذا الشيء ما سابق ذكره هو كل ليلة بعقد اتفاق تعاون بين مؤسسة الدرك الوطني والمديرية العامة الأمن الوطني تم إمضاؤه من طرف السيد العامة القائد الدرك الوطني والمدير العامة الأمن الوطني بتاريخ 18 أو 2022 بدأت العامة الميداني خلال شهر سبتمبر عدنا حوصلها لشهر سبتمبر كان 710 دورية 585 ست 727 مدهمة أصفرت عن توقيف عن تعريف 76930 شخص وقفا منهم 180 شخص لأنهم مبحوث عنهم الآن لهنا التنسيق العملياتي يطلب باش تكون هناك قاعدة بانالات هناك كل جهاز عنده بطاقية خاصة به وعنده قاعدة معطاية تتاعه الاستغلال التاحة رح يكون أمثل لو كان هناك تبادل وتشارك أمني في هذا الميدان إذن نتائج المحققة الأرقام التي تحكي على نفسها الهدف الأسمى هو أنه لما نشوف الطمأنينة لدى المواطنين شفنا يعني موسم استياف وكان وين سبق وين عرضنا الحوصلة على موسم الاستياف لسنة 2022 الذي كانت يعني إلى حد كبير ناجح لأنه شفنا العائلة الجزائرية في الفضاءات الترفيهية والمنتزهات وفي شواطئ البحر يعني تشعر بطمأنينة هذا يعرفه القاسي والداني ضف إلى ذلك السياح الذين قادموا إلى الجزائر وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي أبدوا إعجابهم بالليبيين والتونسيين ومختلف الزوار أبدوا إعجابهم باللوسم هناك شعور بالأمن يعني بصفة عامة نعم كل هذه النتائج تتبت جهود مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني في حماية المواطن والعمل على تحقيق جو فيها السلام شكرا لكم سيدي على كل هذه المعلومات وصلنا إلى شكرا هناك إضافة فقط إذا سمحتني العمل الميداني ما رحش يختصر على محاربة يعني العصابات والجريمة يعني بمفهومها الذيق ولا الجريمة الصلبة لأنه حتى الاجتماع الأخير السيد رئيس جمهورية وكذا الوزير الأول طرق إليها عرضه للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان وهي المدهمات التي ستكون مشتركة ضد بارونات المضاربة والاحتكار للسيلة الواسعة الاستهلاك لدى المواطنين من هذا الممر نطمن جميع المواطنين والمواطنين راح شارك فعال مع جميع المؤسسات الأمنية بما فيها الأعوان المؤهلين لذلك راح تكون عندنا خارجات ميدانية ورح تكون هناك إجراءات قاسية جدا ضد كل من تسوي له نفسه المساس بأرزاق وقتل جزائريين شكرا لك سيدي شكرا لك على كل هذه المعلومات مشاهدينا المحور الأخير من برنامج هذا الصباح بعد الفاصل